قالت مصادر مطلعة أن شركة تيسلا تبحث عن مواقع لفتح صلاة عرض في ثلاث مدن هندية وقد عينت مسؤولاً تنفيذياً لقيادة جهود الضغط والأعمال قبل دخولها المزمع إلى البلاد حيث من المتوقع أن تستورد وتبيع طرز ثلاث سيدان بحلول منتصف عام 2021 سعياً لاستهداف العملاء الأثرياء في سوق متخصصة وتبحث شركة صناعة السيارات الأكثر قيمة في العالم من حيث القيمة السوقية عن العقارات التجارية التي تتراوح مساحتها بين 20 ألف و30 ألف قدم مربع لفتح صلاة العرض ومراكز الخدمة في العاصمة نيو دولهي والمركز المالي في مومبي في الغرب ومدينة بنغالور التكنولوجية في الجنوب ترجمة نانسي قنقر